امان الله انا بعد اللي تقول القضية ظهر لي عنها يا الله تعالج علاج حقيقي ينقطع للبؤر بعد قاعة اللي هي المسبدة نحنا ضرك ما نقدو نعودو في التاريخ اللي هو داميل فنده و احنا ما زلنا نتعاملو مع التاريخ القديم نحنا اليوم هذا اللي نقال له التهيدين و الرواية له هي فعلا هو تاريخ قد تخلق و احنا مشرفنا وله و أولانا جاء وله وشين عندنا به اللي قد تعدلوه جدودنا وكان فيه ياسر من القيم وفيه ياسر من المبادئ وفيه ياسر من التربية الزينة وفيه ياسر من شمال أقطع أمالي اللي تقدو تعود لا تلاقي من تاريخ نذوق ولكن كانت في ذاك التاريخ ماشى معه نحنا اللي همنا عن هذا اللي اليوم مد تحكي التهيدين وتعدل ذا النوع من الأمور أنا شخصيا ظهر لي عنها اللام ذلة راسع بكل انت منين تعود اللي متبارك مع مده تشكرها وترفعها هم لا ينظروا عليك عناك دونهم بالدونية لا يتعد منظروا لك اللاب الدونية وذا هو السبب لحقراء وسبب عن مده تعد مده حويلتها ولا يشعندها به اللي شافتها منين تشوفتهم تحكي وشافتهم اللي منين تشوفتهم تحكي سمعت وهذا هو السبب الحقراء نختار كل تقبيل الدولة هذا اللي نقال له القبيلة تعود تقضي لي تعرف عنه مات لخالوته وعنه مات يتابع مع الدولة القبيلة كانت هي هي اللي عارفه شي للناس وعارف مشاكلهم وتعدل لهم حالتهم كاملة ويرجؤونه وتعايشين فيها اليوم مات لحد عايش بقبيلة يسوي شنهي ولا خالك حد لاجل قبيله معناها عن القبيلة يا الله تفهم الله الناس اللي فيها وذنه عنه ما يقدروا يسعى مرحا حد يعود يمدعوا عليه روياتهم بقي لي ذاك اللي نبقي وكره لي ذاك اللي نبقي عدل لي ذا اللي ندورانا ولا تقدر تتحيد عن ذا اللي ندورانا والكلام الخاسر ذاك لا معنا ولا وقالة اسماتي هذه واحدة ونبقي من اللي يعرفه يقاون عن اليوم من لا يأكل من فأسه لم يعود قراره من رأسه أبدا هذا معروف هذا 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 يا الله يفهمه أنا عن الإنسان يا الله يعود فاهم عنه هو ما مالك حد هو ما هو مالك حد هذا يا الله يعود معروف نختار الصاكنت هذا اللي نقال للدولة تقبض تقضي على ذا الرويات واحدة تفهم عنه عنه نحن اليوم لخالق الله الدولة والله 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 القبيلة من اللي نتعود خالق القبيلة معناها عنه يا لحراطيننا ويا معلميننا ويا قاوننا ويا طلبتنا ويا ظناقتنا هذا هو منظومة القبيلة اللي يصل أن تأستفيها والله تقضي تخلق ما هي معاها والله الدولة مملي الدولة رواية أخرى الدولة دولة مؤسسات دولة قانون دولة دولة فصل السلطات والدولة دولة مثل منظومة أمنية منظومة عسكرية منظومة حقيقية فيها الناس كاملة وحامية الناس كاملة ومن الناس كاملة ودولة للجميع حاضنة الناس كاملة ويا الله تعود تعاملها بنفس القانون وتعود فاتحها لها نفس الفرص ما خالق حد غابا حد وتعود الناس كاملة لقد تتفاضل بيها لا ليد ديبلوم اللي تحصل والله مثل المناصب اللي وصلت لهم عن طريق الكفاءات الحقيقية وتعود الناس ما بيحد يقد يعتدع لحد يلا الناس اللي أصحاب الفكر وأصحاب المبادئ والناس اللي تبقي موريتاني تصلح يلا تحارب ذا النوع من الأمور النهائية ويا الله يقابوا فيه قوانين صارمة ويا الله يعودوا عنده عقوبات معروفة نحن هذا اللي مسدر الاركاتية من ذالي نقال له الجريمة السبرانية اللي هم الفوكلات اللي هم الاعتداء والاخطاء والكلام القاسم هذا اللي مسدر الاركاتية لكن اللي قضينا أصلنا لذيك البؤر اللي جعلت الناس اللي ذكيفتها وماسي عن ذيك الأخرى أذي اللي لا إله وأنها مالكتها شي ما هو نقضع إليها ما يقد يخلق السلم نحن ندوره يخلق شي نقال له السلم الأهلي ويخلق شي نقال له الوحدة الوطنية وندوره الموريتاني كاملة تساو وهذا نضاننا وأن ياسر ناضل من أجله وذا هو الحقيقة وذا هو اللي يالله الناس كامل على قد توقفلوا ذا اللي منها في حقوق الإنسان وذا اللي منها في المجتمع المدني وذا اللي منهم واللي في الدولة والسلطة هذا هو هو اللي يالله الناس كاملة تجتمع إليه وتمشي معنا وأنا بعد ما عدلها نداء اليوم الموريتاني كدولة عنها هذا النوع من الأمور عنها تقضي عليه نهائيا وعنها تقبل بزمام وطريق الدولة الحقيقية الدولة الديمقراطية الدولة دولة الوحدة الوطنية اللي شامل الناس كاملة ألي قدها والناs كاملة ألي قدها أمام القانون وتحت ضل العدالة ومحكومة بالعدل والسلام عليكم ورحمة الله